لكن خلني أخلني بعد ذلك أبوة أخذ روح تكون مرحباً خلني بتجاذب أطراف الحديث مع فيصل الغياب ذا له عذر له اسباب أنا مديش واش تطريتم في بداية الفقرة والبرنامج لكن الرجال ذا أنا مبتن منه وغايباً عن الساحة جاء الأمر كسرين أول حاجة والله الغياب مهوب على كيف الرجال رجع من أول على فورة الإعلام ومفضل عمرها للإعلام سنة هسنتين ونأخذ ألتفت على اللي حولها اللي مصالحاً له ورابعك لهم حق وبيك وهلك لهم حق ومصلحتك وظروف الحياة هو الصحة بلاحظة تحضر وتغيب مهيب على كل حالة صحتك جيدة جعلك والله طيب وعلى مقلة غير إن شاء الله نحن حاضرين ومتواجدين وما غبنا ولا هل عظيم مهم من غالا ولا تكبر لا لا خابرين أكيد عندك ظروف الظروف تحكم الرجال مسيره كلها لا في إعلامه ولا في غير الإعلام نحن ما قلنا هذا الكلام إلا أن نحن شفقانين عليك وأنت ظهرت بالظهور الطيب اللي يجملك ويجمل ربوعك اللي وراك وأقوله والله والله صادق ما لي بقولها حتى مجاملة أمام الإعلام الرجال أثبت وجوده حتى لا في طريقة كلامه ولا في طريقة حتى تعامله مع الإعلام من أنتم من اللي ينجرف إنجراف قوي وقام ينهبل مع ذا المهبل لكن أنت حافظت على لونك وحافظت على الكريزما اللي أنت تميزت بها في القناة وخرجت وأظهرت للعالم من هو فيصل في بيض الله واجهك وجمل الله حتى واجهك ما إلام يا أبو محسن يا جاني عندي حسن الظن والله يهينك على الإطرات الطيبة اللي يرفع الرجال السماء ما هو بنزل والله والله ما نقول إلا الكلام اللي فيه الرجال يستحق وانت ركت تطرقت النقطة والله أنها في ذا الوقت كثرت ما ننجرف مع العم العم وحنا على ما قيل الواحد أول حاجة هداري مخافة الله يا سلام هذا أول حاجة وثاني حاجة هداري اسمك واسم اللي وراك يا سلام واللي أنت بكرة الإعلام بيروح وتصويرك ومقاطك محفوظة قبل مئة سنة عقل مئة سنة عقل مئة سنة عوالك وعوالك بشوفونها إن كانك ما داريت سمعتك وسمعت بيك وسمعت ربعك هلا فيك خير جرا فيك الإعلام وانا فضل الله والله هل عظم حتى السنان بني لا أرفعه أني ما أشوف الشاشة هل أبي وأشوف ربع اللي بيه وبركة هل عظمني صادق سوان في حكي ولا في كلمة أول حاجة أنت بتجمل ربعك وتجمل بيك وتجمل اللي حولك ما هو بكاميرا وبتسكر هات عمر السلامة وبتروح يا السلامة بيضحك عليك من مهبل واحد والذنين ولا مراهقة واحد والذنين بنزله من مقامك ومن نزله من مشاكل والرجال على مبدأه أمشو على مبدأك لا يغيرك الإعلام ولا غيرك الشهر ولا الدراه نعم المبادئ والقيم ما تغير أي شيء حلو؟ وقبل ذا كلامك ترى جميل على ما تمه قبل ذا كل مرضات الله الزوجل أمام عينيك ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وطرى في ملكة واحد يسجل لك وشويت من حسنات واحد يسجل لك وشويت من سيئات عزل فالإعلام شت الجمهور هذا اللي بيكنت تنهبلوا طرح فترة بيروح لكن مو باقي إلا مقاطعك اللي أنت اللي أنت طلعتها ونشرتها للناس هي اللي بتقى إن كانت على عز وطيب وعلم طيب فإن شاء الله أن الله يجملك في باقي الأيام وإن كانت على شيء ما هو بيجمل وإن شاء الله أنهم محشومين في ذا المجلس من ذا الكلام حلو بتبقى لك في الرشيف بكرة ولد دكترا بناظرها ولد ولدك بتبقى الرشيف أنت ترك بكرة وبعدها أنت في وقتك الحالي الله الله في وقت الحالي نعم شف رابعك وشف وش بيقول بيقول أن ذا الرجال ولد من هلا هلا الرجال ولد من ذا حتى رجأ لحل ذكرك قالوا نعم ما هو الرجال لحل ذكرة قام بتلف فتون رياجي لي ميامين وميسير ما يدرون شي يقولون يا سلاة هذا والله الكلام الله يجعلنا إن شاء الله محوظين بكلمات طه نروح نروح لعبد الله الحربي عبد الله الحربي عنده علوم وعنده أنه أنا أنا ناوي بهنده عبد الله حربي ترى عبد الله نسريني أنا أحسس العبد الله المتشبع من الشاشة أو أنك أحساسي كده لا 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 هو كده هو كده أنا صلفت عليه الرجال ما رقد لم تأخر والله نمشللنا من فندقنا تبون الصدق لا لا عبدالله تراجعته مكالمة قبل لا نطلع من الفندق الظاهر هي اللي خربت